ينضم معنا عبراسكاك من فيينا الأستاذ محمد خطاب العمر المتخصص في شأن الإيراني الأستاذ محمد بداية مرحبا بك الناشطة السياسية الإيرانية فائزة هاشمي ابنة عم أو ابنة الزعيم الإيراني علي أكبر هاشمي رفسنجاني هاجمت النظام الإيراني بشدة وقالت إنه يدمر الإسلام كيف تقرأ ذلك؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله سيد الفاضل هذه التصريحات من سيدة فائزة رفسنجاني هو فيضل من غير وهي ناشطة إصلاحية انتقدت سياسة النظام الإيراني وولاية الفقه بعد تشكيل الحكومة الحالية والذي أعلن بعدها وفاة والدها الذي اختلف مع خامنئي على الرئاسة وتمت تصفيته وقد اكتشفوا الكثيرين من مؤيدين نظام ولاية الفقه ومنهم أحمد نجاد الذي صدرت بحقه مذكرة قبض لتهديده للأمن القومي الإيراني بحسب ادعائهم لذلك ما تقوله السيدة فائزة أن النظام الإيراني دمر الإسلام وسيد دمر الإسلام هو الحقيقة المغيبة عن العالم بأجمع كيف يكون أو يمكن أن يكون النظام الإيراني إسلاميا ولا يوجد في طهران مسجد للسنة بحسب ما ذكرت السيدة فائزة سيد الفاضل بعد مجيء خميني وبعدما يزعمون بالثورة الإسلامية أو الثورة الإيرانية ظن بعض العرب وأخصوا بالذكر أبناء السنة أن الشعارات التي جاءت بها ما تدعي الثورة الإسلامية والخاصة بالمساواة بين السنة والشيعة والعرب والفرس في إيران ستتحول إلى حقيقة لكنهم كانوا مخطئين ولا يزال السنة في إيران يعانون من الاضطهاد والتفرقة في المعاملة بينهم وبين بقية الشعب الإيراني ويتعرض بعض خطأ المساجد لمراقبة شديدة وعطاهم الحرية الكاملة وخصوصا من أبناء العرب في الأحواز المحتلة المختصبة وتمع مجموعة من أئمة المساجد وأخص بالذكر الشيخ أحمد مفتي زادة الذي توفي بعد عشر سنوات في سجنه والشيخ أحمد لبلوشي الذي حكم عليه خمسة عاما وهو لا يزال في سجنه حتى يومنا هذا ومن بين المعوقات وعدم الموافقة على بناء مسجد للسنة داخل إيران ولا يوجد لديهم مسجد واحد علما أن الدكتور عبدالله النفيسي تصل تبرع بمسجد ولكن موليحة هذه اللحظة لم تحصل موافقة حكومة إيران في ظل هذا القمع والفساد ما ردت فعل المجتمع الإيراني لسيما شريحة الشباب عفوا السؤال شريحة الشباب ما هو رد فعلها تجاه هذا القمع هذا الأطهاد لا بد أن يكون لها من ردة فعل سيد الفاضل شهدت إيران في الفترة الأخيرة وفي الأشهر الأخيرة المصرمة سلسة من المظاهرات والاحتجاجات ضد سياسة الولي الفقهة الداخلية والخارجية السياسة التي دمرت إيران والتي عبثت في مقدرات بعض الدول وأخص بالذكر منها العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين وهذه هدثت في مظاهرات بها مجموعة طلابية كبيرة ومنها من العاملين ومنها من الموظفين الذين تدمروا بسبب الاقتصاد الذي انهار في إيران تقديس خامنئي والخميني بهذا الشكل إلى أين سيقود البلاد إلى أين سيقود إيران سيد الفاضل كما نعلم وكما يعلم الجميع أن إيران حاليا تخضى لعقوبات أمريكية هذه العقوبات جاءت بمرحلة أولى وينتظرون المرحلة الثانية في الرابع من شهر 11 القادم عقوبات مستمرة على إيران بسبب المفاعل النووية والملف النووي الذي خرج عن السياق حكومة ولاية الفقيه دمرت البلاد وخاصة دمرت بلداننا العربية وخص بالذكر العراق العراق الذي بعد احتلال الأمريكان عام 2003 دخلت إيران وهي شريك مشترك مع أمريكا وأمريكا سلمت العراق بطبق من مانس إلى إيران وأصبح العراق ضيعة تابعة إلى إيران والتي يقودها سليماني بميليشياته التي تعبث بالأرض فساد في العراق وخاصة في أيامنا الأخيرة التي شهدت مظاهرات أبناء الجنوب أبناء البصر الفيحاء التي تعاني الأمرين بسبب نقص المياه وسبب نقص الخدمات والصحة والزراعة والأمن والأمان وهذا ما نتيج عنه خير رج فعل من قبل بصر الفيحاء أبناء الجنوب هو حرق القنصلية الإيران بالنسبة لمستقبل النظام الإيراني في ظل تصاعد موجة الانتقادات بهذا الشكل أصبح حتى هناك مسؤولون ينتقدون الخميني وينتقدون خامنئي وينتقدون سياسة النظام الإيراني في ظل هذا التصاعد لموجة التظاهرات كيف تنظر إلى مستقبل النظام الإيراني؟ سيدي الفاضل كل من يظن أن أمريكا لنأتي إلى المرحلة الأولى من سؤالك كل من يظن أن أمريكا هي خصم لإيران فهذه لعبة يضحكون بها على العالم والعالم يتطلع ما هو مرتقب فأمريكا من وضعت ونصبت إيران وأمريكا من تضع إيران شرطي أمين لمصالحها المشتركة في الوطن العربي وفي الخليج فإيران بغبائها وسياستها الفاشلة ذهبت إلى ما هو الآن من عقوبات ومتظاهرين والجميع المتظاهرين كما نعلم من أهلنا في الأحواز العربية يقبعون في السجون وخير دليل هي المعارضة الإيرانية القوية التي اشتدت والاقتصاد الذي انهار الاقتصاد الإيراني الذي انهار في الفترة الأخيرة والله يتطبق القانون الاقتصادي عليهم وكما تدين تدان هذه ما كانت به من عام تسعين حصار العراق لغاية 2003 إلى أن نحتل كله هذا كان جراء تضحية العراق ووقوف العراق بوجه إيران في حربه التي توقفت في الثامن من عام 1988 والتي صرح عنها الشيطان الأكبر خميني بأن تجرحت كأس السوم وهذا كأس السوم ليس باسم العراقيين فقط لكنه هذا كأس السوم باسم العرب الذين هم من سيزيلون إن شاء الله ولاية الفقه في دحرهم لمخططاتهم الفاشلة شكرا لك أستاذ محمد خطاب العمر المتخصص في الشؤون الإيرانية كنت معنا من بينا